السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في صفحة جديدة وفيديو جديد نتمنى من الله عز وجل ان الفيديو اليوم يلقاكم في تمام الصحة والعافية ورمضان كريم اللي يدخلوا علينا وعليكم الصحة والسلامة ويرفع علينا هذا الوباء يا رب كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله سنقدم لكم بطبوط معمر وطيف اهلة البانيني كيجي رائع وبطريقة اللي باش يجيكم هكا كله معمر ما يجيش بلايس خويين وبلايس معمرين نتمنى ان اتنان اعجابكم وتجربوها ونتمنى من الناس اللي اول مرة يشاهدوا القناة ويضغطوا على زر الاشتراك ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بجديد الوصفات ونبدأوا على بركتي الله في المقادير غادي يحتاجوا زلافة ديال الفينو وزلافة ديال الفورس وربع كاس ديال زيت زيتون ممكن تعوضه بالزيت ناباتية وعندي هنا معلقة صغيرة الملحة ومعلقة صغيرة ديال السنيدة ومعلقة ديال الخميرة ونحتاجوا ان شاء الله لتلتمية وخمسين ميلي ديال الماء او ميو عادل جوجكيسا الاربع ديال العنبة صافي هنا يدرت طحين ودرت الملحة والسكار ودرت زيت زيتون ونحاول نربلوها شوي شوية صافي هنا زيت الخميرة ونزيد لها شوية ديال المدافي ونحاولوها كارين جمعوها ضغية ضغية ونحتاجوش ان انا ندلكوها ونحاولوها كارين جوجكيسا الاربع ديال العنبة ديال الماء وعلى حسب دقيقة عود يعني كينا ممكن تتاخد لكم قل بقليل او اكتر بقليل المهم هذا هو الشكل ديالها صافي غادي نغطيها دبا بسلوفة وغير خليها تختامر بموجة الحشوة سوف نحاول كينا نحتفظ على خضراء لاني كدوم تنشهر ما يمكن لها التحاجة هذا القرعوخ يزور عشرين يوم وما عندي بها الطريقة ركا تحتاج بخصوص هذا الحجر الصحي يعني الانساني تقضى ويبقاش داخل خارج ركاز بقاش جديدة وطرية باكا تلواش صافي هدا يرى الحوشو غادي ندير في واحد البسلوفة وشوية ديال ليشو وواحد القرعوها تخيزوها سوف نتحنه منا في هاد الهاشوار وهناي بالنسبة للناس اللي بغوا يشترون الهاشوار را هاد الماركة اللي عندي زوي ناكا تقطع مزيان وكل شي غير انا درتها في آلة غسل اواني عندي ديال بلاستيك ومع الاسف مع ديك الحرارة ديال المانا ما يسحب ليش غادي تعواج را عواجت لي اشريتانا داك العام رمضان ديال داك العام ولكن اخدامة كتحن غيو كان بحالة تفوتوا لي هادو الغلاقة على حيط الغلاقة مدرتها اشتر تغيي هادا كل تحتانية واندي فورمات سوف هنا يراكا تفرم ضغياء ضغياء وزوينة سوف هنا غادي نضح الجزارة هوا اخدت لكم شريطات حيط كان ديال الزاج وهادو بنفس الثامن انا اختارت ان اخذ هذه ديال بلاستيك زيما باش ما حيط بلاستيك ديال هنوعية زوينة واما تفترسش ولكن ماخدرتش لها ديال المكتابة هي هادي هنا هيا راكا مكتشوفوش אכ خيز زوتها وطحناتهم زيان واللي باكتهم يوفورش على الالرا ممكن تطحن غير بااااة تحك الخضراء في هذا المكتابة في الحكاكة سوف نضيف الشوتة سوف نضيف المدق في الحشوة سوف نضيف ثم سوف نضيف حتى وقت اصف نضيف المدق زيتون ثم ملر ثم المدر بوضر ملر 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 أسف نضيف نضيف قليلا للصالصة الحارة و قليلا للصالصة الصوجة قليلا للصالصة نضيف قليلا للصالصة و لحم مفروم نحاول نزجه جيدا لنبتبعم الطريف تكافة ثم نضيف قليلا للصالص ونضيف قليلا ثم نضيف قليلا نضيف قليلاовать منها ذات قليلا اتنار الحشوة طابت في الوقيت اللي غادي نخليوا الكورة باش يتسراحوا باش يسهلوا علينا في الدليك في التسراح غادي نكونوا نحطوا الحشوة بشي طبيصين بهاد الشكل باش برد نعمروا شو هي سخونة ساب هنا هادي رشو سطح العمل بشوية دي الفينو ساب وكنسرحوا شي شوية العجينة هكا وكنعمروها هاتوا ممكن ما كتشوفوا الحشوة راكنسرحها بهاد طريقة باش كتجين البطبوطة معمرها كاملة ما كتجيناش بكل قوش داك المشكل ديالي انا شي بالنصف البطبوط خاوية وبلاصة عامرة سوى ستفاو一د هنايا رحمة، مليك نوصلوا النصف ديال كيميا سافي غادي بدون طيبهم مديشت نواتها تساليو الكيميا كاملة لكي لا يخمر لكم البطبوط الصغير لكي يجيكم مرتب سوف يطريقة التعمال نفسها نجمع الجناب سوف يلاقيهم هكذا نقرسهم هنا يرافش صوب تقريبا عن هذه الكيمية سوف يضع ميدان طيب فيه وفي نفس الوقت قدامه نقرس الأخرين سوف يرافش سخنة البانيني وبدأ يسكن طيب طيب تربع اللولين ومتصورات شلية مع الأسف سوف نضغط قليلا لكي يأتي من المحمرين مقادين وهذا هو الشكل يأتي من المحمرين وزوينين سوف يأتي من فوق كما ترى في الصورة نقرس لكي يأتي من المحمرين ونضغط قليلا ونضغط قليلا لكي يأتي من المحمرين لكي يأتي من المحمرين وهذا هو الشكل لكي يأتي من المحمرين لكي يأتي من المحمرين لكي يأتي من المحمرين أتمنى أنكم تجربوهم في هذا الرمضان إن شاء الله لكي يأتي من المحمرين لكي يأتي من المحمرين ونضغط قليلا لكي يأتي من المحمرين يجب أن يكون محمرين